والذين يقول نحن يعني راضينا بالديمقراطية ونرضى بحكم الصدوق ونرضى بكذا هذا كلام ينبغي أن يتوبوا يرضى على حتى لو كان كذلك على فرض يعني صحة ما وكانوا كثر يا دكتور ولم يتكلموا كما قلت كانوا في غاية الأدب صاحب المنهج لا تدغير مواقفه كان كلامي وكلام إخواني من المشيخ الذين هم الآن يدافعون عن الأحزاب السلفية وغيرها كانوا يقولون إن الشريع لو أثت عن طريق الاستفتاء فنحن لا نريد هذه الشريع والكلام مسجل على النت سبحان الله إذا أتت الشريع عن طريق الديمقراطية لا نريدوها لأنه لا يجوش شرعا أن نستفتي الناس في شرع الله هل تريدون أمريكا تريدون لا تريدون سبحان الله هم مسلمون إحنا ما نعملش إذا أمريكا إحنا مجبنا نبلغ للناس نفهمهم هذا الحق أمريكا عندما كلام ذا كان في القرن الفائت في الخمسينات تقريبا وجدوا أن نسبة كبيرة جدا من الأمريكان بيقتلوا مراكز الأبحاث قامت ودرست وجدت أن السبب هو الخمر الرجل يشرب الخمر يركب السيارة يجد أمام الناس أنهم مثلا صرصير إذا لابد أن يقتلهم يوم داخل فيما وثلاثة عشرين تلاتين واحد فأريطة العلاج نعمل نصدر قرار من الحمر أثناء القيادة بتجريم الخمر ما الذي حدث قام ملايين الأمريكيين وتظاهروا ضد هذا القرار وتم إلغاء القرار إذن أمة لا تستطيع تصدر قرارا لصالح المجتمع لأن الشعب لا يريد ذلك طيب ماشي دكتور هو بس فيه كلمة ممكن تفهم أما الشورى أما الشورى انظر بقى لهذه الديمقراطية وتطبيقته في الديمقراطية بيحضر مجلس الديمقراطية البرلمان كل الأشكال والأنواع كل الأشكال والأنواع الفاهمون وغير الفاهمين المتخصصون وغير المتخصصين صارتنا مثلا في مجلس الشعب والمسترقزون والنائمون إحنا في مجلس الشعب هنعرض مثل الموضوع وليكن نريد أن نفاعل الوحدات الوحدات الخاصة في الجامعات عندنا في الجامعات أنا أستاذ جامعي عندنا حاجة اسمها الوحدات الخاصة في الجامعات الوحدات دي معنية بجوانب معينة ممكن يكون وحدات بحثية وممكن وحدات إنتاجية ممكن وحدات إسيشارية الوحدات البحثية في الجامعات المصرية في غاية الضعف يعني مثلا الاعتماد اعتماد البحث لعلمي للقسم عندي سبحان الله يعني لا يتجاوز سبعمل جنيه مثلا حاجة تافيه جدا جدا فلا افترضنا احنا عاوزين ننشط الوحدات الخاصة المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات ونعمل مشروع وندرسه ونطرحه على مجد الشعب للاستفتاء معلش انا رجل مش في دماغ البحث العلمي ولا الاستراتيجيات العلمية وما الى ذلك ها اعمل ايه هاعد كده اتفرق هل كل الحاضرين يفهمون في التخطيط التربوي والمناهج البحثية العلمية كلهم بيفهموا في هذه المسألة ابدا هتجد التلت ولا الربح على اعتبارهم بيفهموا هل برضو يجوز هذا الامر انا بقول مثال هتجد التلت او الربح او العشر وبيت الناس كلها بتكتر الميزان فبالتالي الاخونا متحد انا ماشي وراه هيرفع اذا انا ماشي برضك وراه او التربطات عن طريق نظام التربطات صحيح هذا امر غير موجود في الشورى الاسلامية الشورى الاسلامية هم مشاورة اهل الاختصاص في موضوع معين افترضنا مثلا ان فيه هناك مسألة عسكرية يبقى نشاور مين؟ مجد الشعب كله؟ لا نشاور اهل الاختصاص افترضنا مسألة متعلقة مثلا بالتصنيع نشاور مين؟ المتخصصين في هذا الفن المسألة متعلقة بالزراع نشاور المتخصصين في هذا الفن لكن هذا الركام بيعتمد على ماذا؟ بيعتمد على التربطات الحزبية والذي يقول لك ده زعيم او دول النوبة بتوحز بكذا ودول النوبة بتوحز بكذا فبالتالي بتبقى المسألة عبارة عن تنسيقات وتربطات ممكن نسقط مشروع القرار ده وممكن نفعل مشروع هذا القرار سيبني وسيبلك مديلي ومديلك هذا الامر غير موجود في الاسلام